موسيقى ضمن الخطة السنوية التي وضعتها المفتشية العسكرية لمتابعة وتطوير أداء القيادات والفرق والمديريات التابعة لوزارة الدفاع عرضت المفتشية العسكرية بحضور رئيس أركان الجيش وعددا من كبار ضباط الوزارة خطة تفتيش الجيش العراقي لعام 2022 والتي تضمنت منهاجا وفصولا حديثة وفقا لمذكرات التفتيش لغرض تقويم وتقييم العمل أقدت المفتشية العسكرية العامة مؤتمرها السنوي الخاص بعرض الخطة النهائية لعام 22 وبحضور السيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد معاون رئيس أركان الجيش العمليات المحترم والسيد قاد قوات البرية والمفتشون العسكريون لقيادات الأسلحة وذوي الإختصاص ورؤساء الحياة وأقدمي الزمر طبعا هذا المؤتمر يحظى بنوع من أنواع الاعتبارية العالية لأنه حقيقة يقدم خلاصة السنة التي تم تنفيذها التي هي خلاصة عام 21 مع الخطوط العامة للدروس المستنبطة أمام أنظار السيد رئيس أركان الجيش وبصراحة يقف على تفاصيل كبيرة وكثيرة في جوانبها القتالي كاستعداد قتالي وجاهزية والجوانب الإدارية والمالية والمشاريع والملفات المهمة ذات العلاقة الوقوف على التفاصيل الدقيقة من قبل رئيس أركان الجيش والدوائرة من خلال الاهتمام بتقارير المفتشية دليل على أن طرفي المعادلة أصبحوا منتجين لحالة كبيرة وهو أن تكون القرارات جميعا مبنية على حقائق ومبنية على تقارير ذات جودة عالية خاصة في مسألة الاختصاص العام والاختصاص الدقيق كذلك أيضا المفتشية صلطت الأضواء على موضوع الإداء العام كمؤسسة أو الإداء العام كدوائر أو الإداء العام كوحدات والإداء الفردي كمراتب وكضباط أعوان وضباط قادة بصراحة كان اليوم كان الأجواء جدا إيجابية وكان هناك دعم كبير وتشجيع كبير من رئاسة أركان الجيش للمهمة التي أدتها برغم من تحديات الأمنية الكبيرة وتحديات جائحة كورونا لكن بفضل الله وبفضل العمل الجماعي وفي ضد دعم الكبير من قبل وزارة الدفاع السيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش وجميع الأخوة ذوي العلاقة وطبعا بالتأكيد فيما يخص موضوع الدوائر وقيادات الأسلحة اللي أدهى عمق في جانب التفتيش هذا النجاح صار نجاح جماعي أعتقد السنة المقبلة سنحاول أن نستفاد من الدروس المستنبطة ومن مسألة تحديد الإيجابيات والسلبيات في الإداء الخاص بالمفتشين وقد يرتقي إلى مستوى أفضل إن شاء الله المفتشين العسكرية العامة حريصة على أن تكون عيون وأذان السيد رئيس أركان الجيش وحيئات روكنا وعيون وأذان السيد وزير الدفاع وحيئات روكنا وكل صناع القرار اللي يستفانوا حتى يكون هذا التقرير تقرير ناطق ناطق بالحقائق ناطق بالمعلومات ومبني بأسلوب ذكي وحديث يعتمد لغة الأرقام حتى نستطيع الاختصار بالجهد والوقت الخطة السنوية للتفتيش تضمنت فصول التفتيش العام والخاص والتوجيهات لغرض النهوض بالواقع العسكري وتقديم الإضافة العلمية والتوجيه الصحيح من قبل زمر المفتشية التي تضم خيرة الضباط في الجيش العراقي يذكر أن المفتشية العسكرية تقوم بمهمها وواجباتها لمتابعة أداء الوحدات العسكرية طيلة أيام السنة من مقر المفتشية العسكرية لإعلام وزارة الدفاع الملازم مصطفى علي موسيقى موسيقى